موسيقى يعاني القطاع غزة منذ فرد الحصار عليه قبل أكثر من عشرة أعوام من أزمة حادة في الكهرباء غير أنها في الأيام الأخيرة زادت لتصل إلى أشد فصولها حيث تقلصت ساعات وصل الطيار الكهربائي لأقل من أربع ساعات في اليوم فقط فيما يغرق القطاع بقية اليوم في ظلام دامس مراسلتنا في غزة زميلة غالية حمد تلتقي مع إحدى الأسر في غزة لرصد المعاناة التي يعيشونها إليك غالية نعم شكرا جزيلا لك أحمد في الواقع نحن الآن في أحد شوارع قطاع غزة الذي يغرق معظمه في ظلام دامس معظم ساعات اليوم إلا ثلاث أو أربع ساعات فقط في اليوم وتأتي فيها الكهرباء بشكل متقطع وضعيف وتنقطع فيها الكهرباء عدة مرات سنتحدث الآن إلى واحدة من العوائل التي هربت من هذا الواقع بما استطاعت إلى ذلك سبيلا حيث أنهم يجلسون على باب بيتهم ويشعلون النيران للحصول على الضوء والدفء في هذا الشتاء البارد الذي يعيشون فيه بداية سأقترب للحديث مع أحد الذين يتوجدون ويجلسون هنا في هذا المكان يعطيك العافية يا حاج الله يعافيك قلنا كيف وضع الكهرباء هالأيام في بيتك؟ وإحنا شايفين كهرباء هاي نجيين هاي شاردين من الدور عشان يجي هان ندفه كيف الحياة صارت تمشي مع القطع الطويلة الكهرباء؟ مخلي قطع الكهرباء مخلي إشي في الدنيا يمشي ولا إشي بمشي فيش إشي بمشي إن إجت تمان ساعات بقولوا تمان ساعات بتيجي ست ساعات إن إجت ست ساعات بقولوا أربعة وهذا هي بس كل شغلنا وقتاش تيجي وقتاش تقطع الكهرباء طيب كيف ممشي أمور بيتك؟ من ناحية الضوء من ناحية التدفئة؟ في الشاي وهي ندفه هان عبين ما أتيجي كهرباء ونروح نروح طيب وأهل البيت عندك؟ ضبطين في الفراش نايمين ما فيش كهرباء يعني نايمين؟ بالتالي كيف صار جدول الإنسان اللي عايش في غزة هالأيام؟ كيف صار يعمل؟ كيف يومه؟ فيش يومه ولا محسوب إشه ولا بنعد من الأيام كل الأيام هذي بتنعدش من العمر فيش فيش حاجة اللي واحد اللي يشطل فيها يعمل يسوي بتيجي كمان ساعة بنستنى الساعة بتجيش بتيجي عشر دقائق بتقطع ساعتين وهذا هي ولنا كان عشر سنين بنستنى واحنا كل يوم بكرة تمانية وستة ومجناش مشكلة للكهرباء فهذا هي طيب شكراً إليك يا حاج وخليني أتكلم مع ست موجودة في المكان ست معدنان يعطيك العافية معدنان أنتي كمان شايفاكي موجودة وقعدة هنا هاربة من قطعة الكهرباء في البيت ماذا هيك؟ بصراحة يعني ما فيش مجال نقعد في البيت يعني لا فيه إضاءة ولا فيه أي حاجة فطلعنا هيك يعني نولي عنا منه ندفة منه إضاءة منه وننمج زي الجاج يعني إيش صارت حياتنا؟ حيات الجاج بنوم من بدري وايحنا هيك بصرنا يا بدنا نطلع هيك نعمل يعني ننام زينا زي الجاج الكهرباء صارت هي اللي مشي حياتنا مش إحنا اللي مشيين حياتنا هي ممشيها على إنه كيف إذا طول اليوم فيش كهرباء شو صار جد والك؟ صار جد والنا يائما إذا فيها علينا مشور بنقضي يائما بننام في النهار و بنصهب الليل إذا ما جاء وبعدها بالليل إذا علينا غسلة إذا علينا عجلنا إذا علينا أي شغلة بتحتاج كهرباء بصرنا إيش بس ندور قيمتها نتيجة الكهرباء في بعض الأحيان بتيجي واحدة بالليل تنتين تلاتة بالليل بنتطر نقوم يعني مضطرين يعني ما إيش بنا نسوي بالغسيل اللي بيكون مكوام حتى ياريت كمان تيجي وبتضلها جاي يعني إحنا بنشغل الغسالة بتلحقش تشتغل بيقطعوها طب بنتطر بنا نعيد الوجبة من تاني يعني غسلاتها لأيام كلها غالبها حديثة اللي تعيد الوجبة من تاني ديك تحط دوة من تاني ودك تستني من تاني وبرضو بتلحقش تكمل الوجبة بتقطع يعني ممكن في الوجبة تقطع لكثلت أربع مرات اللي عايزين ساعات بتعجني بتستني عليه إنك دمامت بتصدق تخبزيه باللسة بتلحقش يجي مع عدخة بيزو بتكون أطعط فيعني حتى في وقت جيانها وكمان لك غير ما هيكت كمان بتكايها بتيجي بتجيك ضعيفة بتضعفه بتقوى بتضعف التقوى كل بأثر عن نظرنا دراسة الولاد يعني فترة امتحنات يعني إحنا أكتر شيء يعني أكتر حد كنت بدي أسألك إنه شو عملته في فترة الامتحنات والله إحنا يعني الستات أكتر شيء بنعاني من قطعة الكهرباء يعني لأنه غالب أشغالنا بالكهرباء حتى الدراسة يعني إحنا في عام 21 يعني في القرن 21 في 2017 بدل ما إحنا بنعيش تطور قاعدين بنرجع لورا صرنا زي حياة البدو يعني إحنا لا عمرنا ولا عنا نار زي هيك يعني عندنا الدفايب المؤاخزة أنا بيحطة الغاز بنعاني منه المية اللي ما تيجي بتكون الكهرباء قاطع ما بنصدق يعني يوم فرح وانبساط يوم ما بتيجي المية والكهرباء مع بعض صرنا نعاني مش بس من كهرباء كل حياتنا بتوقف إحنا على الكهرباء المية التدريس الغسيل العجين بدك تعمل أي شغلة على الخلاط كثير كثير شغلات شايفة إنه الموضوع أكتر من مجرد إنه كهرباء بتنقطع ساعات طويلة إنه الحياة فحلا في غزة بتتأثر شكلها بيتأثر تطورها إنه هي تصير لقدام صارت تمشي لورها أكيد أكيد هذا كتير أثر علينا يعني إحنا رجعنا لورها كتير كتير بعدين غير هيك يعني صارت يعني بطلت حياتنا إنه إحنا نفكر في قضيطنا وإن قضيطنا راحت بطلنا نفكر في الأدس بطلنا نفكر في اللاجئيين بطلنا نفكر في أسرة حياتنا صارت بس مية وكهرباء حتى الغاز كمان الغاز كمان صار فيه لغازمة يعني حياتنا إحنا في غزة كلها عبارة عن أزمة متلاحقة وإزمة وراء أزمة أزمة وراء أزمة يعني ما فيش يعني إنها حياة سقرار فعلا أنت بتقولي أنه الأولويات بالنسبة للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة قاعدة بتتبدل تتراجع القضايا المهمة والحاسمة لتقدم المشاكل الحياتية واليومية أكيد فعلا يعني هذا صار أكبر هم تعالي أسألي أي ست يعني بطلت تفكر في أسطحاتنا يعني ست أو راجل يعني أوي حد في الشعب بطل يفكر في أسطحة يعني بتسمعيش أنت وين أسطحة الأدس اللي إحنا بنطالب في الأدس وين أسطحة إحنا بنطالب في وطن إحنا مش عارفين نمشي كهرباء حياة إيش إذا الكهرباء أبسط حقوقنا مش شايفينها وين الأدس هذه وين الدولة اللي إحنا بدنا إياها نمشيها طيب شكرا إليك سأتحدث أيضا مع أبو عدنان وهو أيضا يتواجد في هذا المكان على باب البيت الذي يجلسون هنا كما قال لي في معظم الأيام أبو عدنان يعطيك العافية أبو عدنان أنت قلت إلي أنه أنت في معظم الأيام بتطلع وبتجلس هنا بدل ما تضلك في بيتك صحيح؟ صحيح يعني إذا جلست في البيت بوقت يعني بده يضيع يعني لو في كهرباء ممكن واحد يفتح تلفزيون يتسلب أي حاجة يعني ممكن تقعد أنت وأهل البيت شايفه ما شايفينك في البيت على الكهرباء بس إحنا بنطر نقعد بالشارع منه بنكسب الدفا على باب الدارهان بنكسب الدفا وبنكسب الإنارة وبنكسب جمعتنا الحلوة هذه مع بعض الجمعة الحلوة اللي اضطريتوا إلها أبو عدنان في نقطة تكلمتم إلي فيها وتكلم إلي فيها جيرانك أنه انقطاع الكهرباء بيجي معا انقطاع المية يعني الأزمة ما بتكونش أزمة دايما بتكون أزمتين هدولة يعني الأزمة دايما اتنين في واحد يعني إحنا يوم فرح لما بتيجي الكهرباء والمية سوا يعني بتيجي الكهرباء تقطع المية تيجي المية تقطع الكهرباء يعني بصراحة مش عارفين هو برنامج متعمد تنقطع الكهرباء تيجي المية تنقطع المية تيجي الكهرباء ولا هي يعني صدفة الصدفة بتصير مرة وتنتين وعشرة بس مش عشر سنين يعني احنا حياتنا مش مستقرة احنا مش عارفين نعيش في بيوتنا يعني الواحد مش عارف يفوت الحمام مش عارف يغسل مش عارف يتغسل مش عارف يجلي البنت في الضار بقولها ليش الغسيل هيك فيش مية بقولها طب ليش بتقول لي فيش كهرباء فالأمور كلها كلها الأمور مش مستقرة بسبب الانقطاع المستمر والحكي على الكهرباء تيجي ثمان ساعات بجبوها ستة طب بنا نجيبها ستة بجبوها أربعة طب بنا نجيبها عمليا كم ساعة صارت توصل في البيت يعني أنا بالضبط أول مبارح عديت مرتين جاية كهرباء مرة إجت تلت ساعات ونص ومرة إجت أربع ساعات اللي ربع فيعني ما كملتش الأربع ساعات في المرتين في المرتين ما كملتش الأربع ساعات بعدها بتنقطع 12 ساعة مثلا هو البرنامج مثلا اذا كان من الصبح من العصر للساعة عشرة يا بيجبوها بعد العشاء للساعة عشرة يا بيجبوها من العصر للمغرب وخلص وبعدها هادئة 8 ساعات كانت بتصير اختصار 4 ساعات بعدين بيجي بقول لك الخطوط رح تتعطل طب رح تتعطل طب لو قلتم الخطوط تتعطلت بنقول ماشي يعني امر واقع وموجود الخطوط تتعطلت بس لسه اليوم في خبر بقول لك كمان يومين محتمال الخطوط الاسرائيلية تتعطل بقول لك الخط رقم واحد في مصر ايجا الخطوط الداخلية في غزة ضربت طب هو بده يجي هذا ويقطع هذا مش عارف يعني هم مستخفين عقولنا ولا ايش مش فاهم طيب شكرا اليك خليني فقط اتكلم مع جار اخير يتواجد هنا في المكان خليك يعطيك العافية الله يعافيكي اكيد حياتك في البيت ما بتختلفش عن نمط حياتهم من انتظار الكهرباء وكل الازمات الموجودة فيها وانا تركت البيت وجاي على بيت اختي على اساس نعود لعدها دي لانه الكهرباء طبعا قاطع في البيت اكيد هذا الشي طبيعي في كل غزة قاطع الكهرباء انا بعرف شوين بتيجي اصلا احنا اليوم الكهرباء صارت بطلت نظام ساعات نظام ترعيش ترعيش شو هذا النظام الجديد نظام الجديد اخترعوا لنا يا جديد نظام الترعيش تيجي الكهرباء عشر دقايق وتفصل تيجي نص ساعة وتفصل هذا نظام الترعيش الجديد طب هي لما تيجي عشر دقايق او نص ساعة كيف ممكن تفيد البيت ولا حاجة يعني هو بيكون بس انبساط وبهجة بالبيت الساعة ما بتيجي للكهرباء يعني لو واحد يعمل يتفرج على فيلم بالحقش يتفرج على الفيلم لو بدهم يشتغلوا يغسلوا غسلة ما بالحقوش يغسلوها يعني اي شغلها في البيت بيعملوها بالحقوش يعملوها طيب كيف الناس وانت من ضمنهم ماشيين موضوع الانارة يعني يمكن في ناس فقراء ما بقدروا يعتمدوا على اللدات المكلفة بالضبط هو حياتنا اعتدنا على نظام اللدات يعني اليوم هذي طبعا الحاجة ام الاختراع فاحنا اليوم اعتدنا على نظام اللدات يعني الكهرباء الطبيعية العادية مش موجودة طبيعي في البيت فاما على المواتير ألف للجهة الثانية فقط لتجنب دخل النار تفضل اما على يعني طبعا بتختلف حسب مقدرة الشخص المادية الشخص اللي مقدرته كويسة عنده مطور كهرباء مولد كهرباء بيشتغلو او نظام لدات وطبعا الفؤراء لهم ربنا اش بيعملو؟ من مشاهداتك يعني يعني الطبيعي هذولها عايشين من قلة الموت بغزة عايشين من قلة الموت الله يكونوا بعونهم الشمع مازال في بعضهم لليوم؟ وعائلات بأكملها احترأت من الشمع وهذا واقع عشنا بغزة شفنا ناس ما شايف مشكلة الكهرباء فعلا في غزة انه هي نقص وقود ام انه هي مفتعلة بوجهة نظرك؟ والله حسب اللي احنا شفنا انه لا هي شغلة مسيسة شغلة مسيسة يعني كانوا في فترة من الفترات فترة الحرب السابقة قالوا انه ما فيش سولر ولما ضرب السولر من خلال جيش الاحتلال تبين انه فيه سولر بيكفل سنة كان فكانت طبعا هذا الشغلة بتأكد انها شغلة مفتعلة وشغلة مسيسة طيب شكرا جزيلا اليك ايضا هنا احد الشبان الذين يجلسون ساتحدث اليه يفترض انه في هذه السنوات من عمره يبني ويطور نفسه ويستعد لكي يكون عنصر فاعل في المجتمع يعطيك العافية اول شيء قلنا قديش عمرك؟ عافية تسعة عشر سنة تسعة عشر سنة شو بتعمل بتدرس؟ بتدرس في الجامعة كلية الجماعية اللي هو متطبقي طيب بما انك بتدرس كيف بتعرف تدرس ومعظم اليوم البيت مطفي والقعدة هنا على باب البيت بعيدا عن اي اجواء ممكن تناسب الدراسة الله هو في موعد الامتحانات انا بضطر ان اروح عند بعض اصحاب اللي بتيجي عندهم الكهرباء او بنتفق في مكان انه ندرس فيه كل الكهرباء جاية فيه يعني انتو بتجمعوا انفسكم وبتلفوا على البيت اللي فيه كهرباء مش كل يوم في مكان جوالة صحيح لما تكون الكهرباء طيب نام الحساب يا بننام يا بنروح ندرس عند اللي جاي عندهم الكهرباء من جاي الكهرباء خلاص بننام بنرتب معاد تاني ندرس فيه احنا انا معظم كل اللي اتكلمت معاهم من هنا اهلك وجيرانك قالوا اما نيمين واما كذا او بننام او بننامين هل صار معظم جدول اهل غزة نوم بسبب موضوع الكهرباء انت شايف؟ صحيح يعني الناس اللي بروح من شغلوا تعبان مثلا بدوا يتحمم فيش سخاني شغلوا بدوا يروح فيش كهرباء في الدار ما فيش تلفزيون مثلا بدوا يتفرج على فيلم حاجة ما فيش تلفزيون بدوا يدرس ابنه مثلا برضو ما فيش كهرباء يعني كل حياتنا صارت تعتمد على الكهرباء والجدول للكهرباء وكل حيات الناس صارت متعلقة بجدول الكهرباء ما تتيج الكهرباء وما تطيط على الكهرباء طيب لكن ما تأثرت علاماتك وعلامات زملائك في الجامعة بي انه انتوا تضطروا تروحوا كل يوم من الرحلة هادي انه تدوروا على البيت فيه كهربا تدرسه فيه نحن بنحاول نتجاوز هذه الشغلات بس طبعا بتكلف مثلا زميل لما بدو يجينا على البيت هو حيطريد فاعتكليف مواصلات بدو يجي عندي مش حييجي ايده فاضية بدو اروح عنده نفس الشغلة بدو اروح مش حروح ايده فاضية رح اروح اتكلفنا مواصلات فبنتغلب بهذه الطريقة لكن علاماتكم ما تأثرت او بتعتقد ان الطلاب اللي معاك علاماتهم ما تأثرت بنحاول نتجاوز هذه الشغلات من خلال انه احنا ندرس عند بعض او هما يجون احنا ندرس بما انه ما فيش افق كتير واضح لحل المشكلة وكل يوم في كلام انه الخطوط من جهة المصرية او من جهة الاسرائيلية او المولدات انه يمكن تروح الامور للاسوأ لا قدر الله برأيك كيف ممكن تتعقد الحياة اكتر والله هو من ناحية انه هتتعقد فهي معقدة وخالصة يعني من ناحية الكهرباء ما فيش اكتر من هيك ما ضلش حاجة الناس صارت تفكر متى بدا تيجي الكهرباء متى بدا تقطع الكهرباء عشان نزم جدوله على الكهرباء بعد هيك ما ضللهم مش مجلة تفكير كهرباء وميا كل تفكيرهم شكرا لك خليني اتكلم اخيرا مع جار يتواجد في المكان وينضم الى هذه الجلسة الاجبارية ربما في ظروف انقطع الكهرباء يعطيك العافية حاجة انت موجود هنا كمان هارب من قطعة الكهرباء اللي في البيت مش هيك طبعا صحيح طيب مشكلة كهرباء وميا مع بعض كيف انت بتاقلم نفسك في البيت على انك تتجاوزهم او تتعايش معهم والله احنا مش قادرين نتجاوز هيك شغلات يعني بتعرف لانه المية بتيجي الكهرباء بتقطع الكهرباء بتقطع المية بتيجي طبعا بتعرف بدون مطور المية ما بتطلع فوق فاده معاناة كبيرة يعني حبنعان فيها يعني صار قضيتنا كلها قضية مية وكهرباء يعني قبل يومين انا اسمعت تكبير في الشارع اغواش واطلعت اجراه يعني قلت بسار ايش في ايش هشباب ايش الدعوة قال الكهرباء ايجب يعني صارت الكهرباء كمان يعني فرحة كبيرة بالنسبة للاطفال هو عمليا في كل حارات غزة اه حسب وقت ما بتيجي الكهرباء شو بصير وفرحة طبعا يعني مش ناقصة لنجيب فاده عوز ونقض انه وطبلنا في الشارع يعني قبلتوا لما ايجت الكهرباء طبعا لازم نطبل ونرقص كمان الكهرباء مش بسيطة لقيت بالنسبة لنا طيب بالتالي لما تنقطع الكهرباء لما تيجي تقطع الكهرباء طبعا بنعيط زي ما انت شايف انفلتين اولادنا وفلتين بيوتنا وطلعين برا عشان نقعد مع الجران وعلى النار وندفة وكذا لما اللي انتم مجبورين اه طبعا مجبورين فبعدين يعني تنسيش كمان الحرائق اللي بيستير عندنا في البلد يعني قبل فترة صارت عندنا حريق في الحارة عندنا من اسبابها شمع الاطفال يعني من الله هيك الناس خشت على البيت وطلعوا الاطفال من قلب البيت البيت كله نحرق طبعا كمان الاطفال في اي بيت تدفئتهم بما انه ما فيش تدفئة ومقطوع الكهرباء مهمة صعبة مش هيك طبعا المهمة صعبة يعني هلقيت هاي الساعة لسه ما صارتش خمسة كلهم نيمين طبعا يعني بروع البيت انا بخبط على اولاد والله قبل يومين ابني كان بدي موت فرض ليش؟ عسيت عليه ما شايفه ما فيش كهرباء ما فيش شمع بتعرف اذا بنحط شمع يا بتنحرق البار يا بتنحرق البنت يعني مصيبة كبرى يعني بتعطي تفضلوا مرات العتمة على انك تولع شمع ويروحوا كلهم لا قدر الله بفضل العتمة انا افضل من الشمع لانه لو نحرق البيت ايش نسوي فانا بناشد كل المسؤولين يعني على الكهرباء بالنسبة للكهرباء المياه نشوفوا حل يعني لقيك موضوع طيب انت كان عندك اطفال في مرحلة دراسية في مراحل دراسية حاليا اه طبعا عندي كيف كانوا يمتحنوا فيما انه طول اليوم هيك معظم اليوم الكهرباء مقطوع امتحنوا يعني زي ما اتفضل للاخ بيطلع عند اصحابهم اذا فيه كهرباء الاطفال الصغار اطفال الابتدائي مش حيروحوا عند اصحابهم شو كانوا اهليهم يعملوا او انتوا شو كنتوا تعملوا على الليد طبعا والليد ساعة بدوي وساعة بطفل ساعة فقعت البطارية وساعة طارت الليد وبرضو نفس القصة يعني معناه يعني هذا الجيل اللي قاعد بدرس على الليد ساعة بدو وساعة بطفل كيف شايف مستقبله والله اذا بتضل هيك ما فيش مستقبل ما فيش علم يعني بصراحة اذا بتضل هيك الكهرباء قضيتنا كهرباء ومية معناته ما فيش قضية بعدين طيب اشكرك جزيلا وهذه الجلسة التي يعني تتواجد فيها معظم يتواجد فيها معظم رجال الحارة وايضا السيدات في كثير من الاوقات والشبان اذ ليس امامهم خيارات الا ان يتواجدوا هنا هربا من الظلام والبرد والقهر الذي يرونه في بيوتهم جراء انقطاع الكهرباء لمعظم ساعات اليوم وعندما توصل توصل وتطفأ توصل وتطفأ حتى يفقد المرء صبره هنا الجميع يعتقد بان هذه المشكلة السياسية ولا علاقة لها بالامكانيات اذا هم يطالبون الجهات المسؤولة بان تحاول ان تضع حلا ينهي هذه الازمة التي يعني تسير بمستقبل الشبان والاطفال الى المجهول الذي هو اخطر ما يمكن ان يكون على القضية الفلسطينية التي يقولون بانهم الان لم يعودوا يعرفوا اخبارها ولم يعودوا يعني يهتمون بها كما السابق مضطرين جراء يعني انشغالهم بالهموم الحياتية انقطاع الكهرباء انقطاع المياه غياب الغاز كل هذه الهموم الحياتية التي تتراكم على رؤوسهم اليك زميلي احمد في الدوحة اشكرك شكرا جزيلا زميلا غاليا حمد مرسلة الجزيرة مباشر كنت معي عبر الاقمار الاصطناعية من قطاع غزة شاهدين الكرام بعد الفاصل واصل هذه النافذة وفيها اشكرك شكرا جزيلا 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 اشكرا جزيلا